اتخذت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السماكية الإجراءات الصحية البيطرية بعد رصد ظهور مرض انفلونزا طيور في بعض مزارع الدواجن بالبلاد وتم تطبيق خطة الطوارئ لمكافحة أي حالة لانتشار مرضى مشاهدين المزيد من التفاصيل انضم إلينا من الوفرة مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل فهد التركي فهد أهلا ومرحبا مضمامك معنا إذن تم اتخاذ أو اتخذت الهيئة العامة لشؤون الزراعة يعني عدة إجراءات لرصد ظهور مرض انفلونزا طيور فهد حدثنا عن أبرز هذه الإجراءات إجراءات الهيئة لمكافحة هذا المرض نعم مساء الخير زميلي بندر متواجدون في مزارع الوفرة وتحديدا في أحد المزارع الخاصة بالدواجن والتي أصيبت بإفلونزا الطيور وسط جهود تبذل من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وفرقها البيطارية والصحية في سبيل احتواء الفيروس في موقع الحدث فعلا كما أسلفت زميلي بندر اتخذت الهيئة جهود كبرى في سبيل الوقاية واحتواء المرض وتم التعامل مع الحالات المصابة من مختلف الدواجن والطيور في مزرعتين في الوفرة وفي منطقة العبدلي وتم إعدام كافة الدواجن المصابة في مشهد يؤكد التعامل السريع من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في سبيل الحد من انتشار المرض رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف كان متواجدا في هذه المزرعة وإشرف بنفسه على كافة الإجرات المتخذة من إعدام الدواجن المصابة والتأكيد على الإجراءات الاحترازية الكفيلة بعدم انتشار المرض بشكل أكبر طمأن الشيخ محمد اليوسف في الجانب الآخر أن الأمن الغذائي فيما يتعلق في الدواجن بخير ولا داعي للخوف ولا للغلق للتسليط الضوء بشكل أكبر على جهود الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية يسعدنا أن نستضيف السيد وليد العود مدير الصحة الحيوانية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لتسليط الضوء بشكل أكبر على مشكلة إفلونزا الطيور وماذا حصل سيد وليد بعد التحية جهود كبرى بذلت من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في سبيل احتواء الفيروس المتمثل في إفلونزا الطيور في البداية ماذا حصل وكيف تم التعامل مع الدواجن المصهبة بسم الله الرحمن الرحيم كما لا أعلم أن الهيئة العامة للشؤون الزراعة والثروة السمكية متمثلة في قطاع الثروة الحيوانية وهو المسؤول عن مزارع الدواجن أو مسؤول بالكل على الثروة الحيوانية بدولة الكويت فمن خلال متابعتنا مع مزارع الدواجن المتابعات الدورية لأي ظاهرة عند أخواننا المربين بجميع طبعا مزارع الدواجن اللاحم أو البياض أو الأمبهات ملاحظتنا في هذه المزرعة طبعا صحب المزرعة شاف هناك نفوق غير طبيعي في الدواجن اللي عنده وهذه المزرعة طبعا كما ذكرت هي مزرعة إنتاج بيض في هذه الحالة طبعا على طول استجاب فريق الهيئة المتابع للمزرعة وأخذ عينات من الدواجن الميتة وبالفعل طبعا تم إرسالها للمختبر حتى نتأكد من سبب الإصابة وتبينة الإيجابية لمرض فلاونزا طيور العترة هي H5N8 طبعا بعد مانثبة الإصابة طبعا الجراءات الفنية بهذه الخصوص إغلاق المزرعة وإعدام جميع الطيور الموجودة طبعا هذا حسب بروتوكول منظمة صحة الحيوان أن يتم إعدام جميع الطيور إعدام بالطرق الصحية والفنية وعلى ضوء هذا الموضوع اليوم نحن ثاني يوم في هذه المزرعة نقوم بالإعدام نظرا للعداد الكبير الموجودة في المزرعة الحمد لله رب العالمين اليوم تقريبا عدمنا من 85 إلى 90 ألف طير طبعا وتم تخلص منهم بطرق الفنية والصحية سيد وليد ما هي الإجراءات بالنسبة للكشف عن كافة المزارع في منطقتين الوفرة والعبدالي؟ كما ذكرت المتابعات الدورية في الفرق الفنية التابعة لهيئة الزراعة الآن الفرق كل يوم تطلع إلى هذه المزارع تتقص الأخبار أو الوضع الوبائي بصورة صحيحة إن كان هناك نفوق كذا ولكن ولله الحمد لحد الآن لم تثبت غير المزرعة التي أنا فيها وفي مزرعة كما ذكرنا في العبدالي اللي هي أعدمنا الدواج المصابة والمزرعة الآن الحمد لله رب العالمين ما فيها تغريبا ولا أعراض ولا فيها تغريبا نقول المرض موجود أما بخصوص المزرعة هذه الفريق اللي عندنا طبعا حسب روتوكول أنك أنت في محيط الثلاثة كيلو يجب أن تبحث عن المرض أو إذا هناك مزارع مجاورة لهذه المزرعة قد يكون فيها طيور ولكن تم الخروج هذه المزارع في مزرعتين ثلاثة غريبة اللي فيها طيور والباجي ما فيها طيور الحمد لله رب العالمين أما المزرعتين اللي فيهم طيور حالتهم سليمة ولا تبين عليه معراض ولا مرض ومع ذلك قامت الهيئة بسحب أينات ورسالها من الاختبار وبانتظار النتيجة سيد وليد ما هي الرسالة الأخيرة التي توجهها إلى كافة المستهلكين من مواطنين ومقيمين بشأن تطمينهم بصحة الدواجن في الكويت أولا أن أطمئن أخوان المواطنين والمقيمين على هذه الأرض طيبة الحمد لله رب العالمين الدجاج اللاحم اللي موجود في الكويت كله سليم وما فيه لك العافية وجميع المزارع الآن اللاحم لم تظهر أي مزرعة فيها إصابة أو حتى أعراض بالعكس إنتاجياتها عالية وما فيها والشيء وإحنا متابعين هذا الوضع جميعا فالأمن الغذائي بخصوص الدواجن خليطمنون المواطنين والمقيمين بحمد الله يعني بصورة عالية جدا ولا في هلع ولا في شيء إن شاء الله بإذن الله على موضوع الدواجن كذلك البيض البيض لكويت الحمد لله رب العالمين عنده اكتفاء ذاتي ونصدر البيض إلى بر الكويت فهذه المزارعة طبعا ما لها تأثير في السوق الكويت يعني يمكن واحدة ثلاثة بالإمئة لأنه في مزارع أملاقة تنتج البيض فأطمئ المواطنين بخصوص البيض والدواجن بحمد الله موجود ومتوفر نعم كل الشكر والتقدير للسيد وليد العود مدير إدارة الصحة الحيوانية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على هذه المعلومات ونحن نطمن الجميع كما قال السيد وليد العود بأن الدواجن والأمن الغذائي في الكويت الخاص بالدواجن والطيور والبيض سليم ووفير فلا داعي للخوف ولا داعي للقلق نعم زميلي بندر هذا كل ما لدينا من مزارع الوفرة نعود من جديد إلى الاستوديو من الوفرة مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل فهد التركي شكرا جزيلا لك ونتمنى لك السلامة